السلام عليكم ورحمة و تعالى و بركاته و سعيدة جدا بلقائكم و اتمنىكم تمام الصحة و العافية اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا في الصور غنحضر مع بعضنا بطبوط جدا رائع هو المعتمد ان شاء الله عندك في هذا الرمضان المقبل ما غتبدليش اطلاقا كيشي جدا رائع الشيش ارتب مفشفش قاع اللي كتقلبي عليه غتلقيه فيه يعني ما عندي ما نقول لك عليه سوى انه اكتر من رائع تنيه كيف ما بريتي في بديك غتلقي تطلق وهو مرتاح معاك و اشان قول لك عليه الماداق جدا رائع طريقة مختلفة دي الام عبدالله اكيد طريقة ان شاء الله اللي غتعجب كل النساء كل السيدات و غتفرح لهم قلبهم و غتتنعادم عندهم الفقصة دي البطبط لي ما كيتنفخش كيتنفخ بكل بساطة وسهولة و كيجي مفشفشهم بطعوا من فوق يعني الكل استعمالات مع كويس داتاي مع امر كيف ما حبيتي ورغبتي ديري بسم الله على بركتي الله رامده و ان شاء الله في المقادر اللي غنحتاجوها البطبط دينا بسم الله على بركتي الله كنحتاجو البطبط دينا 500 غرام دي الدقيق ممتاز الابيض دي الحلويات منخول كنحتاج كذلك 150 غرام دي الدقيق الفينو و 100 غرام سميدة دي الحلويات 150 غرام فينو و 100 غرام سميد دي الحلويات 8 غرام دي الملحة كنخلطها معهم ملعقة صغيرة كنخلطها معهم ثم غادي ندير واحد الحفرة في الواسط و غادي ندير الخميرة ديالي بطبط بدون سكر اليوم غنضيره عندي الخميرة حبيبات 10 غرام ملعقة كبيرة دي الطعام ممتلئة غنعجنو الكل بماء دافئ مائي للبرودة دافئ مائي للبرودة كنعيدها ميكون شسخون دافئ مائي للبرودة كنقب شوية الماء في الواسط على الخميرة دينا كنخلطها شوية بجدوب ثم نبدأ مباشرة نخلط الخبز ديالي او البطبوط ديالي بالنسبة للخلط البطبوط ديالنا عن خلطه شوية شوية الماء ما نكبوش ماذا واحدة ثم العجين اللي بغينا نحصل عليها تكون لينة تكون لينة مش كتلصق بزيف و في نفس الوقت ما تكونش ابدا اطلاقا قاسحة العجين ديالنا فيها سميد فيها فينو وفيها دقيق يعني غادي تشرب لينة نوعا ما فالعجين تكون لينة كيف ما كتشوفوا معيها بعد مجمعتها هذا هو القوام ديالها كي كنا رأي كنجيب زيت الزيتون كنصب واحد الملعقة ذيل زيت الزيتون على العجينة ديالي زيت الزيتون مو مفضلة تكون طبيعية لا كانت عنكم حالة عندي راندي ملعقة ذيل طعم مو متلئة ذيل زيت الزيتون فوق العجينة ديالي ثم غا نبدأ بالدالك ديال العجين ديالي جيدا العجين اي غا ندلكوها غا ندلكوها باش غا تعطينه واحد الوقاوام اه اعد اعوا دخول ذلك الزيت في قلب منها كندلك بالشكل لي كتشوفو جيدا الدلك نستمر فيه من 6 دقيق تلسب على 8 دقيق جيد جيدا يعني ندلكو مزيان العجينة دينا غا تولي مطلوقة بوحدة بعد الدلك ورائعة ومحتاجة اشترتاح ابدا يعني غا ندلكوها ونمرو مباشرة نشتغلو فيها بالنسبة هنا زيت الزيتون لحبيتو الضعام اكتر زيت الزيتون يمكن لكم طيفو ملعقة اخرى يعني يكونوا زوج الملاعق من بعد ما غا ندلكو جيدا كي قتلكم فمباشرة غا ندوزو باش نبدو ان شاء الله نفرضو العاجين دينا انتما من بعد ما دلكتها غتشوفو القوام ديالها كدير بحل يتركتها بتاحت تقريبا واحد ساعة ولا ساعة ونص او اكتر كتجي مرخوفة بطريقة رائعة وكتبقوا لي كلها فقاعة ما شاء الله تبارك الله يعني انا متأكدامي للسيدة اللي غا تجرب هاد البطبوط غا تنصح به كل السيدات وغا يكون معتمد عندها ان شاء الله في الشهر الفاضي كي كتشوفو هادا هو القوام رائعة دي العاجين ديالي بعد ما دلكتشوفوش حال مرخوفة ما شاء الله يعني كتحكي على نفسها ما نحتاش نحكي عنها كندوز مباشرة غا نرش سطح العمل بالدقيق وغا نبدأ في فرض العاجين ديالي ريتها ما يعني نحطها على منحية ذاك القصرية ديالي ونرش دقيق ونبدأ مباشرة ما كانت تعدلش عليها هذه العاجين ديالي غا نفرقها على زوج الكمية اللي عندي نقسمها على زوج عيباش ما نخدمها شكلها مرة واحدة نبقى نقطع ونعود نرد كان نخزن نحيد النص كنخليها مرتاح في القصرية نغطي عليه باش مين ينشفش شوفو الفقاعات ديالي كديرين وما زال مرتاحة ما والو ثم نصف الاخر غا نبدأ بالفرض ديالي مباشرة غا نبدأ بفرضه بشكل طولي لان الفطبوط اللي غا نديره مربع شوفو الاختيار كيبقى لكم شكل انا عندي معاكم بزاف الاشكال الأحجان وانتو ما اختاروا الحجم اللي بريتو شكل اللي بريتو غا نديروا الدائري التقليدي غا نديروا الميني الصغير بزاف غا نديروا نصف دائرة غا نديروا بزاف الاشكال في فيديو واحد العجين دائما دائما تأكدوا من ان الدقيق كين تحت من العجين ديالكم لان العجين ديالنا لينا ومجرد ما ينعدم دقيق تحتها ستلصق لنا على سطح العامل وميني غا نقطعوها لقوالاسقة هنا غا تخصب لنا الشكل ديالها او غا تتقابل لنا صافيكي كاتشوفو كنتلقها بحالها كابل مثلك او بدلاك حتى كترجع لقيقة السومك اللي كاتشوفو مضح معاكم نجيب واحد القطعة هذه البيتزا او جرارة او اللي عندكم نزيل الجوانب فقط و نقطع مربعات حاولوا تكون متساوية المربعات حتى اللي لم يجدتكم مش متساوية يمكن ترجعوا تقيسوا على بعضهم وتقطعوا الزائد الحاجة اللي لقيتوها ما مساويش تقطعوها فلا بأس صافي مباشرة نقطعو مربعات ثم نجيبوا صافيحة اي صافيحة او وصلة او اللي عندكم كترش بطقيق نضيفه مندلو ترشوه بالدقيق و نضيفه عليها دوك المربعات ديونا او البطبوط المربعات ديونا او نخليه يرتاح انا دخلته غير الفورن عادي ما هو سخون موال وفورن عادي او خليته يرتاح في درجة حارة المطبخ سوف يمريت القطعة الثانية او الجزء الثاني من العجين دينا اغنطلقو بشكل دائري ثم اغنطلقوه فيه سوف ندير دوائر يعني بطبوط متوسط و بطبوط ميني يعني صغير بزاف ميني ميني بطبوط ماشي صغيرة شوية صغير بزاف كيكا تشوفوا دائما كتلاحظوني كنتأكد من ان العجين تحتها الدقيق دائما لان عجين تليينة سوف نستعمل قطاعات البلاستيك الدائريين و سوف نستعمل متوسطة و سوف نستعمل الصغيرة نقطعو بهذا الشكل موضح معاكم نحاول نقطع كلهم على الحافة يعني نعاجون ببعضهم باش ميكونش عندي شيت او لا شيت او ذاك الزوائد بزاف او نعود نعجين كل مرة او نعود ندلك كل مرة نردهم بهذا الشكل كيما كتشوفوا ثم نوجد كذلك صافيحات الفورن اخرى او وصلة او اللي عندكم وضعوا البطبوط ديالكم البطبوط ديالكم البطبوط ديالنا رحنا كنخليوه يختامر الان انا هادو كل مرة بعين اخدمتهم ومريت كنخدم هادوه ومرهم كا يختامروا يعني يريت اما نكمل العجين كلها رادي يكون هادا كل اولان يختامر ليا سوف يكشتو هكا ستفتهم وعنحطهم كذلك تهم درجة حارات المطبخ بغينا نغطيو بمندين نغطيو لكن لا نغطيو حتى بحاجة سخونة يعني نخليو عادي بارد بزاف يمكن يكون تغطيو لحبيتو سوف يبدأ هنا في الطياب البطبوط ديالي شوفوا راكي كان قيصه بصبعي را اختامر معايا شوية يعني يمكن الكاميرا ما موضحش مزيان لكن را اختامر معايا طلع شوية ماشي مئة بالمئة الاختيامر هنا لكن را اختامر نحط الصبع ديالي كان هزو كنلقاه كيرجع معناته انه اختامر على نار عالية نحط مقلة طيفال او مقلة تقيلة كان نرش القليل للزيت وهو اختياري غيبه يحمر لي البطبوط را لا علاقة له بانتفاخ البطبوط او اي شيء لو بغيتو البطبوط مات يعني الوجه ديالو جف غادي تديرو بلا زيت بغيتو البطبوط للوجه ديالو محمر وتي الماء غادي تديرو الزيت فقط ادوو الفرق كان هزو البطبوط ديالنا غيب شوية باش ما يتتقبش لينا وكان وضعوه في المقلات اللي سكون سخنات قرشينا فيها القليل من الزيت وهو يقول تغتياري فقط التحمار البطبوط من بعد ما كيولي البطبوط عنا في هاد الفقاعات مجرد ما ينشوفوا الفقاعات نقلبوا البطبوط ديالنا كتكون يعني شدات الجهة الاخرى قبطات ودات كتتتحمر فكنقلبوه وكنستمر وكنخليه تاني شوية وكنقلبوه على الجهة الاخرى يبدأ كينتافخ مباشرة معانا كينتافخ وناجح جدا يعني على ضمانتي كيف موالفة معاكم كنعطيكم اي شي دائما على ضمانتي اي واحده ما تنفخش معاكم كيف ما وحده هناك في المقلات فهي التقبات معناتو انها ما غدتنفخش لالتقبات ما غدتنفخش ولكنها غدتجي مزيانة من الدخل ديالها تأكدو انها غدتجي تايم هوية وخرا ما منفخش بالزياد سافي غنستمر بنفس الطريقة كننفشو شوية الزيت كي تنوضع البطبوط ديالنا كيو اللي في الفقاعات كنقلبوه الجهة الاخرى كنستمر بنفس الطريقة حتى كيتحمر نجوش دجواه كنحاولو ما نتقبوش البطبوط ديالنا باش يتنفخلينا إلا تقبناه رمات يتنفخش الحرارة دائما كتبقى عالية إلا حسينا المقلب دات كتحرقها وتسعطينا ريحة ديال الحراق غادي نقصو الحرارة وبعد نرجعو نعليوها كي كتشوف البطبوط ديالنا ناجح جدا جدا وهو رائع وغتشوفو ان شاء الله من بعد مني غادي نفتحوه رائع اكثر من رائع من الداخل اما المذاق جدا هائل بطبوط لكل استعمالات يعني يمكنك تاكله مع كويس دقاتي تشبي مع كويس دقاتي كان عتادر يمكنك تعمري فرندان يمكنك تحريبي اللي حبيتي كي كتشوفو هنا دفت الدائري الميني داك صغير حتى هو كرميته تنفخ شي شوية من جهال دار ذاك الفقاعات فاقلبته وكنستمر بالتقليب حتى يتنفخ معي كليا وكي يكون تحمر مز جويه بجوج وكنحطوه على منديل ماشي في الصحن حين تكي عرق في الصحن حطوه على منديل او 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 على شبكة مالافضل النار وريتها لكم ما زال عالية مهم استمرين بنفس الطريقة غادي نطيب كذلك البطبوط لي هو اكبر من هاد الحاجم هذا اذا كي يجي محمور كي يجي هائل هيدو كنقيطات الزيت لكي يعطيه داك حموري وداك اللامعان فعلا كي يجي اش هنقول لكم اكتر من رائع مضوي مهوي انا كانت منا غير ديره ان شاء الله وغاد تفهموني هنا دبنا البطبوط اللي اخير عنا اذا دبت كذلك بطبوط كبير وغادي تشوفوه ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو معايا باش ما يطولش الفيديو بزاف ما بغيتش نصور كل شي يكن شوفو فكنقون قلبه حتى كيتنفخوك يتنفخوه رائعين انا كنقلب بدك سباتيول ما الافضل في الاول اذا شديته وبيديكم تقدروا تقبوه وليش حاجة من بعد كنقلب بيديه صافي كي قلت لكم كنكملوا بنفس الطريقة ثم هنشوفو ان شاء الله النتيجة مع بعضنا هنا يافضلت ندير معاكم بلا زيت فامسحت المقلات ديالي كليا من الزيت وحطيت البطبط بدون زيت باش تشوفو النتيجة حتى بدون زيت نتيجة بدون زيت كذلك نتيجة جدا رائعة وكيتنفخ جيدا وكيعطي نتيجة رائعة غتشوفوها معايا ان شاء الله وغتشوفوها من بعد مني غنفتحوه من الداخل كي طيبو جيدا غي هو الفرق انني قلت لكم كيكون الوجه دياله جاف ما كيكونش الوجه دياله لامع بحل البطبط اللي كترشلي ذاك القليل من الزيت وكيبقى اختياري يعني انتو ماليكم الاختيار اشتوه رائع جدا من فوق ومهوي من الداخل ومسفنج وكل ما بغيتي غتلقيف هاد البطبط هادية النتيجة دياله البطبط الرائع كله مسفنج ومهوي اكتر من رائع شوفو انا كان اخد البطبطة وكنكبسها بين يدية باش نوريكم بنا استيحالة القوام الداخل المعجنة غتلقوها مهوية مني غنفتحوها مع بعضياتنا كلهم دوزهم في نفس الطريقة معاكم باش تكونوا متأكدين انكم غذبوا بطبط اللي غادي يعجبكم ويبقى دائما معتماد عندكم البطبط طبع واحد الحاجة اللي ضرورية عن نحنا في المائدة المغربية في الصحور او في الفطور او في اي وقت ويمكننا استعمله حتى في الايام العادية فهو بطبط لا يعلا عليه وما غتستغنوش عليه ان شاء الله بالعالمين افتحيه وعمري باش ما بحش واللي حبيتي احطيه مع زبيدة وعسيلة غادي دوز رائع احطيه مع اش ما حبيتي يعني مع طاجين اللي بغيتي اللي بغيتي وكل الاشكال الشكل اللي رغبتي حضري المهم هو انك تكون يرضيتي سيدتي بهذا البطبط الرائع والنتيجة دياله المذهلة خليولي لايك يعجبكم الفيديو شاركوهم الاحباب والاصديقاء كان شكركم على حسن المتابعة ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لقناتنا وكيسعدني اكيد اشتركتو في قناتنا وخليتو لنا كذلك تعليق رائع من يديكم شكرا مرة اخرى اتمنى لكم عواشر مباركة وكل عام وانتم بألف خير واكيد كل عادة اتضوق في نهاية الفيديو انخليكم مع السور والبطبط الرائع لما عندي ما نقول فيه انخلي لكم انتم التعليق فقط انتو كسب ديالو بالنزلو شوفوا شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله وهنا للأسف كنت نصور لنهاية تصورت ماشي بالنفس الكاميرا اللي كنت كانت صور بها الفيديو فالنهاية صورتها بكاميرا ديال الهاتف بيد واحدة فلهذا كنت كان حل فيدو كنوريكم فيدو لكن اني تكون حاجة رائعة رغم اي شيء كتبان شوفوا اللامعان ديالو بطبوط منور منوره ومنور ما شاء الله تبارك الله حسن الخالقين تحياتي شكرا بعد أسرح فقد خرجوا طريقا اشتركوا في القناة